في صباح الفل صباح استعادة على كل مشاهدين اهلا بحضراتكم فكرة جديدة من صباح البلد حيان احنا النهاردة هنتكلم عن مشكلة موجودة بصورة كبيرة جدا النهاردة في بيوت كتير اوي في مجتمعنا وهي مشاكل العلاقة الجنسية او مشاكل الضعف الجنسي وتأثيره على العلاقة الزوجية هيتكلم معنا النهاردة في المشكلة دي دكتور احمد العياشي استشاري جراحة الزكورة وتأخر الانجاب والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة دكتور احمد صباح الفل على حضرتك منورنا يا دكتور دايما يمكن يا دكتور مشكلة الضعف الجنسي في الحياة الزوجية دي النهاردة يمكن موجودة في بيوت كتير اوي في مجتمعنا وللأسف اني ابعادها بتوصل ببيوت كتير اوي لانتهاء البيت ده وحالات كتير اوي من الطلاق النهاردة يا دكتور عايزين نبدأ كده فقرتنا ونعرف يعني ايه الضعف الجنسي في العلاقة الزوجية يقريني ان ما بيعفيهاش ان مثلا فيه اولاد لو ما بيكونش بقى ان عشرين سنة لأ ممكن بعد عشرين سنة وخمسة وعشرين سنة يحصل انفصال وممكن يبقى فيه طفل واثنين وثلاثة برضه ويحصل انفصال طبعا الموضوع بقى موجود وموجود اكتر من الاول لان بقت اسبابه منتشرة اكتر من الاول عندنا النهاردة الاسترس ضمن الحاجات اللي بتعمل مشاكل عندنا خلال هرموني بيعمل مشكلة عندنا الامراض المزمنة النهاردة انتشر الضغط سكر الجنك فود وانه بيأثر على الدهون في الدم كل الحاجات دي ممكن تأثر وبالتبعية الموضوع بقى موجود اه بقى موجود هل بقى وصل لمرحلة انه ظاهرة انا ما اعتقدش ما عندناش رصد للموضوع ده انما هي مشكلة ومشكلة اجتماعية وموجودة هو ضعف الجنسي عموما ليه ثلاث اشكال يقيم ما يكون مشكلة في الرغبة نفسها ضعف في الرغبة ان معدل العلاقة نفسه مش منتظم على فترات بعيدة يعني ممكن الزوج هتيك تشتيك او حتى الزوج ان مثلا العلاقة بتتم مرة كل شهر اوكي ده ممكن يعد بالشهور علشان يحصل علاقة فهنا ده بيكون في ضعف في الرغبة او ضعف في الانصاب نفسه اللي هو كفاءة الانصاب اللي تمكن الزوج انه هيعمل علاقة كاملة او ان يكون فيه مشكلة او اضطراب او خلل فيه القصف نفسه سواء فيه سرعة مش بتمكن الطرفين انهم ما ياخدوا رحيتهم في العلاقة او فيه تأخر في القصف برضو ده مجهد جدا للزوج وللزوجة وبرضو بيمثل مشكلة فيه بالعلاقة فاحيانا التلات حاجات دول بيكونوا موجودين ان الشخص عنده ضعف رغبة وانتصاب ومشكلة في القصف واحيانا بتبقى مشكلة او مشكلتين هما اللي موجودين يعني ممكن ضعف رغبة وضعف انتصاب ممكن ضعف انتصاب وسرعة قصف او ضعف رغبة وممكن يكون مصاحب لها سرعة قصف يعني لازم على الاقل يجتمع حاجتين من اساس المشكلة او مشكلة واحدة هي القضية مش في وجود المشكلة بقى اقريني هو ايه اللي بيعمل الازمة اللي بيعمل الازمة للأسف هو المقوحة اه ان انا ما عنديش مشكلة اصلا اه انا بقى بعض كل يوم وعكس تأخر الانجاب شوية تأخر الانجاب ممكن عالج العيان اشوفه مرة مشفوش تاني هتعامل معها على الورق اما الزكورة بقى والضعف والكلام ده ده يحب الاعداد ولازم نبقى اصحاب يعني فيه تفاصيل اه ده هي الامر كله في التفاصيل انك تدي ودانك للعين هو بيحكي وللزوجة وهي بتشتكي وتقدري تفهمي المشكلة فيهم بالزبط لان احيانا ما بيكونش الموضوع فارق قوي مع الست على قد ما هو فارق انه بيعكس عدم اهتمام صحيح فاللي هو ايه لا ده مفيش مشكلة ما احنا زينا زي غيرنا يعني انت ليه دايما بتشتكي هنا هي بتزعل استهوان شوية بالمشكلة من ناحية الست اه ده فيه انقح فيه اصعب هي ليه البيوت بقى بتفرقع بعد عشرين سنة وخمسة وعشرين سنة يقول لها ده انت السبب قب هنا بقى القاسمة يعني كمان انا مستحملة ان فيه مشكلة وكمان انت بتقاوح انه مفيش مشكلة كمان توصل بيك الجرقع ان انا السبب يس ان احنا نلقي اللوم عليك هنا في الحالة دي البيت فعلا بيتقسم نصي فانا انا بشوفه يوميا فهنا لازم نمرى واحد الموضوع ما عادش عيب يا جماعة الجنس لهو عيب ولهو حرام ده غريزة ربنا حطها في البناء ادمين مش عشان يحطها في البناء ادمين وخلاص ازاي احنا هنضمن التناسل يعني ازاي انا لو ما فيش جنس مش هيبقى فيه جواز مش هيبقى فيه خلفة مش هيبقى فيه بن ادمين فهو الجنس لهو عيب ولهو حرام ادم في الاطار الشرعي الجنس حياة تخيالي حضرتك ده عامل اكل حلوة اوي 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 ونسيت تحطي ملح اوكي بازت الاكل مع اني كنت بازلت مجود خرافي احدا بتربي وتصرفي وتجيبي فلوس وتتعبي وشغلش اغلانة واثنين وحاجة ايه عشر دايق ربع ساعة بمكن يبقى مرة في الاسبوع بس ده ممكن فعلا ان يهد بيت بيهدها لان هوا ده غريزة لازم احنا نوفيها زي الاكل والشرب زي حتى تدخل الحمام فيا جماعة احنا ما نخجلش من القصة دي لو في مشكلة لازم نعترف ان في مشكلة لو المشكلة دي مؤثر على طرف واحد مش مؤثر على الطرف التاني لازم روح التعاون ان احنا لازم برضو نسعى نحل هذه المشكلة فلازم نعترف بيها لازم نتوجه لحده متخصص عشان نبتدي ناخد الاجراءات لان احيانا بيبقى الموضوع نفسي يعني مفيش مشكلة من الاساس اصلا واحيانا بيبقى نوع من انواع هو اصلا سوق في التعامل بين الطرفين بينتج عن المشكلة دي لان احنا كمجتمع شرقي حتى متعة الراجل او جزء كبير جدا من متعة الراجل في انه يلاقي الطرف الاخر اصلا مبسوط في العلاقة فاحيانا رد فعل الزوجة على الزوج بتخليه هو يزهد العلاقة او هو رد فعلها هو مش ويخد الرد الفعل اللي هو منتظره يس او بيحسسوا انه مقصر ان في حاجة غلط ان في حاجة مش مزبوط وبالتبعية بتدي يحصل تنافر بتدي يحصل تباعد فاحيانا حتى لما بيجي له الزجين يقولوا ايه ده في ضعف في الرغبة اقول لهم هو مش ضعف في الرغبة على قد ما هو زهد الشخص فينا بيزهد الشيء اللي بيفشل فيه يعني اخياني نفسك يا رينيكا بتدخل المطبخ كل مرة تحرق الأكل ما بحرقش الأكل يا دكتور انا اصلا انتي هتكراها اكيد المطبخ صحيح صح كده كل مرة روح البحر يطلعوني من البحر غرقان انا اللي هيجيب لي سيرت اسكندرية صح هتكلي فوبيا من الحتة يس خلاص كده فيبتدي يحصل زهد والامور دي بتبقى تراكمية مع مرور الوقت الامور بقى بتحط طبقة على طبقة على طبقة الحد ما تيجي الامور كلها بتنفجر فالموضوع بسيط الدنيا اتطورت ما عادش فيه الخجل بتاع زمان صحيح فاكرة فيلم الترلوب يعني هي طبعا الستة كمان بسيطة جدا في تفكيرها هي مفكرة ان محمود عبدالعزيز بيعرف ستات عنها وبالتبعية هو مقصر جوه البيت خالص هو الراجل بيفشل في العلاقة وبالتبعية هو بتيدي يزهد اللي بيفشل فيه وبالتبعية بتيدي يحصل البعد فهنا مهم جدا لازم لو فيه مشكلة لازم يكون فيه تفاهم بين الزوجين ان فيه مشكلة مش لازم نلقي اتهامات صحيح لازم يكون فيه جزء طبعا اه هي وسيلة لان يحصل انجاب وكلام ده كله طب وما بعد الانجاب يعني انا هتجاوز 30 سنة مش هتجاوز اخلف 30 سنة لا طبعا اخلف اول 4-5 سنين وبعد كده انا بعيش الحياة انا عايز اقولك كمان ان ساعات الحياة بتتقلب من بعد المعاش يعني خلاص انا خلفت في الاول كانت مهمية الانجاب وانا شاب صغير النص الحياة بتاخدني بحقق مستقبلي بجيب فلوس الولاد بتجبر بعد ما بخلص كل الرسالة دي برجع تنقل بشاب صغير في دماغي يعني مش في جسماني انا جسماني بيبقى ضعيف بس دماغي ان انا خلاص عايز استريع عايز استمتع بحياتي انا موجود زوجتي موجودة الولاد كبرت قدنا رسالتنا في الحياة ايه المشكلة ان احنا نونس بعض فتبتدي القاية وكأنه رجع عنده 16 سنة تاني في تفكيره في احساسه بس جسمه بيخونه فهنا لازم يكون متفاهمين هنروح لدكتور زكورة هنبتدي نحدد الاول ايه القدر اللي موجود يعني هل المشكلة في الرغبة في الانتصاب في القصف من التفاصيل هنقدر نفهم هل الزوج عنده مشكلة او اكتر مجتمعين هنبتدي نعرف ايه اسبابها الزوجة والله لما بتحس ان الزوج مهتم احنا انا بشوفهم بيجوا معاهم هي بتبقى ابرشيتنج او مقدرة الفكرة دي حتى انا بفضل دليلة احيانا احنا بنبدأ مع المريض العلاج الدوائي طب احنا هنعرف جاب نتيجة ولا زق منين من الطرف الاخر ياس لازم يحصل علاقة فهنا لو هو فيه خناء والموضوع بيتم بصعوبة وفيه ازمة معاول عين ممكن ياخد الدواء ما يعرفش الدنيا هتمشي ازاي فمهم جدا ان نكون متفاهمين وبعد كده هنروح لحد المتخصص زي ما قلتلك يا جماعة الموضوع ما عادش فيه حياء ولا فيه خجل خلاص احنا فيه اسباب هنعالج الاسباب هنوصل لقدر معين من النجاح الحياة بتستقيم الحياة بتستقيم ما عندناش معدلات عشان نقول لازم الزوج يعمل كل يوم او يوم ويوم او عشر مرات في اليوم لاني بتسئل السؤال ده كتير خالص دول طرفين بينهم تناغم لو هم مرضيين بمرة في الشهر اتسوكيه هم مظروفهم كده عايزين كل يوم هم مظروفهم كده اهم حاجة يكون فيه اتفاق فيه رضاء بين الطرفين فيه اتفاق ضمني بين الطرفين ان الامور ماشية بشكل كويس امور دي للطرفين من غير ما يكون فيه مبالغات انما رجاءا ما نستهونش بالمشكلة رجاءا ما نحطش عليها رمل وطراب يعني ورجاءا ما نلقيش الاتهام على الطرف الاخر فيه مهم جدا ان احنا نشوف ايه اسباب المشكلة عشان نقدر نعلاجه طب هل هو فيه علاج ما هو دايما انا بارد واتسئل السؤال ده ما هو ده الاهم بقى طبعا فيه علاج ولا هو بس كلام واعادات ومساطب وكده لا فيه علاج يعني ضعف الرغبة دايما احنا بنقدر نحله حتى لو هو نفسي لان احنا لو قدرنا ان احنا ننجح في ان العلاقة ما تفشلش هو الشخص هيبقى مقبل نفسيا على العلاقة ضعف الانتصاب النهاردة فيه حلول وفيه حلول جزرية ما كانش الدواء هيحل المشكلة فاندم فيه تدخل جراح يقدر يحللك بشكل جزري طب مش هتقدر تعمل عملية فيه عندنا حاجة اسمه الحقن الموضعي هيجنبك الاجراء الجراحي ويجيب لك نتيجة على الرغم من ان اللقراس او الادواب الطولة تجيب نتيجة اما الشغل العشوائي بتاع الصيدليات والصحاب والحلقين واللقراس اللي مجهولة الهوية واللزرق واللحمر واللغدر طبعا دايما ممارسات كلها خاطئة في الاخر اصلا بتيجي على رأس العين هو يا دكتور للأسف كمان ان دي مش بس حاجات يعني غلط بتتبع هي بتأذي اه بسبب الحاجات الخاطئة او الجرعات الخاطئة سواء جرعة او ازاي التاخد يعني هديكي مثال مثلا مرضى الضغط هما بياخدوا ادوية الضغط والناس مفكرة ان المنشطات بتعلي الضغط وهو خاطئ المنشطات بتوطي الضغط فتخالي لو مريض ضغط امواخد علاج الضغط وبعدها بخمس ده امواخد قرس منشط ضغطه هيغطى جدا وممكن يموت فهنا برضو انت هتاخد ايه وامتى وعلاقته ببقية الادوية اللي انت بتاخدها وازاي انا ما ضركش لانه هو الاصل ان انا فيد مش ان انا ضرك وبعدين اللي هيناسبك صحيح اللي يناسبك دي برضو نقطة مهمة مش بالضرورة هيناسب غيرك ومش معنى انها جابت نتيجة مرة ان هو ده هيكون الحل واحيانا انا بيجي للمريض اصلا هو رافض فكرة ان ياخد منشط يعني هو من جواه عنده الرغبة في ان هو يحل مشكلته بشكل جزري فاحنا لو قدرنا نحدد اسباب يمكن التعامل معاه بشكل جزري يبقى مشكلته تتحل بشكل جزري وهيستغنى عن المنشطات فده مهم جدا طبعا لان احيانا العحاجات دي بتبقى عفوية ما بتحبش الترتيب ويمكن المنشطات لها شروط شوية نقول بطن فاضية وقبل العلاقة بقد كذا ففيه ناس ده بذلك لو سنو صغير ده بقى مؤذي نفسيا بالنسباله وانا لسه اقول بقى استنى او الموضوع مش مريحة عموما يعني فهذا مهم جدا ان احنا نحدد اسباب لان فيه اسباب يمكن علاجها المريض ممكن يتخلص منها يوم يرجع كويس زي الاول من غير ادوية ما يحتاجش بقى يفضل معيش بقى هي بياخد كرصات المدد معينة ويرجع انسان طبيعي جدا معدوش مشكلة وفيه حاجات زي الامراض المزمنة بتضطرنا ان احنا رقعين ده يفضل منتظم على حاجات بس لو هو منه نفسه ممكن بعد فترة قسيرة جدا ينتكس ويجيني انما لو هو تحت اشراف طبيب انا اقدر اخليه فترات طويلة ماشي كويس العلاج الدوائي ما جابش نتيجة عندنا حلول اخرى المهم الموضوع لي حل اه لي حل دكتور انا عايزة بقى نصيحة سريعة من حضرتك النهاردة لكل اللي بيشوفون سواء شباب لسه ما اقبلوش على الحياة الزوجية او سواء متزوجين للرجل وللسيدة عايزة من حضرتك نصيحة لهم النهاردة نصيحة جزرية بقى يعني لو لأي حد بيشوفنا دلوقتي عنده مشكلة يبدأ يتحرك فقط جماعة ادام في الاطار الشارعي انت يعني حقك مية في المية ده بالعكس انا نصحت لأي حد سنه كبير ما تسيبش نفسك ارمل خالص اللي انفصل يعني اول ما تنفصل ما تقعدش كتير انا بيجي لي ناس بقالوا عشر سنين ارمل خمس سنين مطلق الكلام ده خطر جدا جدا اصلا يعني انا دايما لهم حتى كده ايه ركنت العربية ببوز البطارية فممنوع يا جماعة ده حق انساني ربنا مش حطه فينا عشان يعزبنا بيه خالص ده اوجده عشان البشرية وفيه جزء للمتعة فاحنا لازم ما نحرمش نفسنا الناس الارامل المطلقين دي حياهي كامل حياته ازاي الونس النهار ده انا بشوف ناس اب بيقول لي انا جوزت عيالي وانا بأحرج ان بنتي يعني مراتبني هي اللي تخسل الهدوم الداخلية انا عايز حد باتكلم معاه يعني انا بحب الموضوع ده طول عمري انا كنت مع الحاجة زي الفلو وانا بحب الموضوع ده اتجوز يا جماعة اتجوزهم يعني بالعكس اتجوزهم واللي عنده مشكلة يكشف وفيه حل ليه ليه انت تعطل حياتك شباب معطلين حياتهم تماما احيانا بيكون على وساوس على مشاكل وهمية اصلا ما فيش اصلا اي مشكلة في النهاية يعني اخواننا الاعزاء الضعف الجنسي سواء رغبة او انتصاب او اضطرابات في القصف ليه حلول وله حلول جزرية وفيه احيانا بتبقى الحلول بسيطة او عتعطل حياتك انك تمتنع عن جواز او او عتعطل حياتك من بعد انفصال او من بعد وفاة لازم الحياة هتستمر وفيه دايما حلول الموضوع دكتور محتاج شوية ثقافة مننا موجودة على فكرة بس احيانا بتبقى ثقافة مغلوطة لا ثقافة صحيحة النهاردة مثلا الثقافة الجنسية ليه ثقافة مصاطب دي معروفة يعني دايما اصحاب قاعدين على القهوة كله بيحط في فدان التاني كلام لا محتاج دكتور ثقافة في العموم محتاج ان احنا فكرنا يبقى متحضر شوية محتاج ان احنا ندور على الطرق الصحة اللي احنا نمشي فيها النهاردة نابد عن الصحاب نابد عن النت القراية في النت المكتزقة هي دي اكبر جريمة لان انا مش متخص انا مش متخص وحلتي غير حالة غيري اللي راح وتعالج وحل نفس المشكلة لا افندم والمعلومات عشان تتبصت باللغة العربية او تتقري مش هتوصل المعلومة صحيح دكتور فقرتنا خلصت مع حضرتك النهاردة انا بشكر حضرتك جدا شكرا جزيلا لكل المعلومات القيمة اللي حضرتك قدمتها لنا النهاردة شكرا دكتور احمد العياشي استشاري جراحة الزكورة وتأخر الانجيب وتضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة خلصت فقرتنا النهاردة وخلصت حلقتنا من صباح البلد كنت مع حضراتكم ايري النجيب نشوفكم بكرة وحلقة جديدة من صباح البلد